العنوان الرئيسي النهاردة كان مرتبط بصحة المواطن المصري كان مرتبط بصحة المواطن المصري لأنه سيد رئيس الجمهورية كان بيفتتح النهاردة مشروع اسمه مدينة الدواء مصر صناعة الدواء فيها صناعة قديمة وكبيرة وحتستغربوا جداً الناس اللي عايش في شرم الشيخ والناس اللي عايش في الغرداء تلاقي الصيدالي بيتكلم روسي ليه؟ لأنه عندك الروس مثلاً لما كانوا بيجوا وإن شاء الله يرجعوا ويجوا تاني يدخلوا على الأجزاخنات والصيداليات يشتروا لستة كاملة زي ما المصري بيعمل في دول تانية يجي المواطن الروسي يشتري لستة من الأدوية المصرية أهم حاجة اللي بتميز المشروع ووفقاً لمعلوماتي البسيطة عنه النهاردة إنه هيبدأ تتعامل صناعة الدواء المصرية بشكل أعلى من التقنية وبشكل أعلى على المستوى العلمي يعني إحنا كان عندنا أدوية ما بنعرفش نتحها أو أدوية بتحتاج جودة عالية جداً ونظام معقد جداً لصمعها واختبارها وفحصها وتوفيرها للناس زي أدوية الأورام زي الأدوية اللي مرتبطة بمشتقات البلازما